بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف مرسلين مشاهدي ومتتبعي قناة التسير مرحبا بكم في هذا العرض اليوم لجمنا لكم اه على بعد تقريباً اربعتاش كيلومتر من مدينة مكناس كتار مجهز بالدار اللي كتشاهدوا امامكم مشاهدين ومتابعنا الكلام دار صراحة في نيسي وممتاز فيها زوينا يعني انسان ايجي ويسكن مباشرة ما يحتاج لاصلاح الاول كما تشاهدوا دار مجهز بالدار مجهز بالكوري كيل البير كيل الكهرباء داخل على القدرون بكيلومتر اه مشاهدين ومتابعنا الكرام كتار بوحد تمن لمناسب ومشجع الناس كتقلب على الطبيعة والهواء النقي وعشاق الطبيعة فاجبنا لكم كتار اه محفظ تيتر اه بعيد انا مكناس تقريباً حوالي اربعتاش خمستاش كيلومتر مهم كتبقى تقريباً المسافة تقريبية اول بالنسبة للقودرون داخل بكيلومتر اه مشاهدين والكلامة الكهرباء متوفر كالبير كاين فالدار هي هادي كتشاهدوا امامكم مشاهدين بالدار نصور لكم الدار هي اللولى مشاهدين ومتابعنا الكرام دار صراحة وكي انك في المدينة دار نقية بالكوزينة ديالها بصير جمات يعني رابين ما نحتاجوش نوصفورة كل شي باين كما كتشاهدوا مشاهدين ومتابعنا الكرام فا اه اكتار محفظ اه مجهز بالكوري كين تلكوري ما نشاهده بعد قليل كين البير كين اه يعني ومغروس كذلك باشدار الزيتون فمشاهدين ومتابع الكرام غنور لكم جميع التفاصيل باذن الله وتبقى كما نقول لكم دائماً الزيارة ديال الميدانية يعني الزيارة انك تشوف العقار وهذه نصيحة من قناة تيسير اي عقار اي احنا مشي على قناة تيسير اي اه قناة اخرى اي اي بلاصة اشتي فيديو وشتي واحد الاعلان فخص كتزور العقار وتشوف يا اخوي الكريم يا اختي الكريمة فا اه الزيارة مهمة ومهمة بزاف لان الزيارة كتبيه لك الطريق كتبيه لك بزاف الامور وكتبيه لك حقيقة المعلومات واش داخل فعلا بكيلومتر واش بعيدا نمكنا استقل بالن خمسطاش كيلومتر يعني المعلومات خاصة الانسان يعطينا معلومات اللي تكون معلومات صحيحة في اطار المصداقية اذا المشاهدين متابعين الكرام كما تشاهدوا اذا اول احنا احنا بفضل خرجنا متضل كما كتشاهدوا كيل بير اه كين واحد الاشجار بعض الاشجار المتمرة المتنوعة كينا ما شاء الله ديرها تضليل هنا فمتابعين ومشاهدين الكرام كما كتشاهدوا اه كي هو هاد الكطار تقريبا فيه كطار قل اربعة كله زيتون محيط يعني ميل باش كونوا معكم واضحين العقار تصفوا كما هو باش تكون عندك المصداقية المصداقية هو انك توصف هاد العقار كما هو مش يتقول بلا وفاش كتجيب السيد متن جيبه بعيد ويشوف قلقاء مثلا مايل فهذا الارض فيه تقريبا كتار وقل اربعة مغروس بالزيتون مايل كنقولوها لكم مباشرة اه ما كنش كما المصداقية ما كنش كما الصراحة والمعقول انسان لا بغي يوصل لأي اه هدف ويكسب اتقادية للزبناء يكون اه صادق في المعلومات دياله فاة كما كتشاهدوا متابعنا الكرام يعني لطجج المدينة والتلوث ديالها. فالبير هو هذي اللي كتشاهدوا امامكم التحت كايبان هذي الصحنا لباف السطح. وكان صوره باش نبين لكم عموم ديال هذ العقار اللي هو اكتار اه محفظ متابعين ومشارك ما كتشاهدوا الزيتون. ما كايبان شراكين زيتون مائل كينزين كلها مغروزة بالزيتون. تقريبا اكتار قل اربع. فمشاهدين ومتابعين كرام بالنسبة لتمن ديال هذ العقار اه تمانية وخمسين مليون وقابل النقاش مشاهدين ومتابعين الكرام فاللي عجبوا هذ العقار يتواصل مع نا على رقم سفر ستة ستة وتسعين تمانية وربعين اربعة وتمانين والف مرحبا بيه. شكرا على المشاهدة. ما تنسوا اشتراك ابوني في القناة ديالتي سير باش يوصلكم دائما الجديد لكم منا كل الاحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة